أشكره على هذه المداخلة التي جاءت من الأخ العزيز في الأردن في الواقع بأن هذه العناوين التي أستعملها طبعا ليس العنوان فقط للعلامة الألبانية أو الأرنؤوت أنتم تعلمون أن أي كتاب عندما أقرأه ما موجود على الكتاب من حيث أنه يوجد على الكتاب يسميه الإمام يسميه الحافظ يسميه الفقيه وإلا بينكم وبين الله دحيم الذي يقول بأنه من قال في معاوية أنه هو الفئة الباء ابن الفاعلة بينك وبين الله هذا يستحق أن يسمى الإمام الفقيه الحافظ هل يستحق هذا؟ أبدا أبدا لا يستحق هذا ليس أدب إنسان مسلم فضلا أن يكون حافظا فضلا أن يكون فقيا فضلا أن يكون ولذا هذه الإصطلاحات أو هذه الكلمات أو هذه الألقاب أو هذه العناوين التي أعطيها ليست بالضرورة أني أوافق عليها ولكن من باب إلزام الآخر لأن الطرف الآخر الذين هم يعتقدون بهؤلاء أنهم أئمة وهؤلاء أنهم علامة وهؤلاء أنهم حفاظ وهؤلاء أنهم 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 وهذا سوف يكون حجة عليهم هذا مضافا إلى النكتة التي أشرت إليها أخي العزيز وهي أدب الحوار يقتضي بأنه نحتفظ بهذه ولا تنابز بالألقاب